ده بتشان البطل بتاع فيلمنا أما ديفا بتكون بوجا والأحداث بتبدأ بواحد اسمه جيمي وشغال في شركة اتصالات وبيتكلم اللغة الإنجليزية بكل سهولة وأهم حاجة في حياته البنات وبعد الظهر بيزود دخله وبيدي كورسات لتعليم اللغة وهناك بيشوف بوجا قدامه وبيكون معجب جدا بيها وشكلها دخل الدماغه ولما بيروح يتعرف عليها بتقوله إنها محتاجة معلم إنجليزي فبيوافق بصرع على إنه يدرس لها وبيوصل معها للمكتب ومكان شغلها لكن بتبلغوا إنه هيعلم مديرها اللغة الإنجليزية وده بيكون بهايجي مدير شركتها وبيطلب من جيمي خليه يتكلم إنجليزي علشان عنده اجتماع مهم بعد ثلاث شهور وفعلا بيبدأ الدروس وبيحاول يعلمه ومع الأيام بيقرب من بوجا وبيخرجه في كل مكان والعلاقة بينهم بتتطور كل يوم لحد ما بوجا بتقابله وبتعترف له إنها بتحبه وبيقضوها رأس وأغاني وهم اللي اتنين بيكونوا فرحانين ولما بيوصلها للمكتب بتقع من إيدها شنطة الفلوس وبتقول لجيمي دي الإرادات الشهرية المطاعم بهايجي وهناك بنشوف بهايجي بيتكلم إنجليزي ومتقمص الدور وهم مستغربين كل تصرفاته لكن بيسقفوا له علشان مديرهم وتاني يوم بيفضل يهزق في بوجا وبيقول لها أنا جبتك من الشارع وانتي خدام عندي وهي عملة بتعيط وصعبان عليها نفسها وبتطلب منه السماح وجيمي واقف ومش عارف تصرف ازاي وبعدها بيسألها ليه بيعمل معاك كده فبتقوله أبويا مات وكان ما ديون ليه ب 15 مليون وأكبرنا اشتغل معاه وكان عندي 16 سنة ولما سألته عن حسابات الدين فدل يهزقني وعرض علي الجواز مقابل يتنازل عن الديون وانا رفضة وبعدها بيعود وبيحط غطة مع بعض والتاني يوم جيمي وبوجا بيسرقوا إرادات محلات بهايجي وبيتجمعوا في البيت وبيفتحوا الشنطة وجيمي بيقول لها هيروح يقدم استقالته من الوظيفة ويرجع بسرعة وأول ما بيوصل الشركة وبيقف بين الموظفين بيلاقي ظابط بيتامهم ان في واحد صرب معلومات عن العملاء لزعيم عصابة اسمه بهايجي علشان يبتزهم وبيكتشف انه مجرم وقاتل وجيمي بيرجع البيت علشان يحضر بوجا لكن بيلاقيها هربت وضحكت عليه وسرقت كل الفلوس فبيطلع يجري في الشارع وعمل يفتكر في كل اللي حصله ومش قادر يصدق نفسه وساعتها بهايجي بيعرف ان بوجا وجيمي هم اللي سرقوه وبيقول ما فيش غير واحد هو اللي هيرجع لفلوسي وفي الوقت ده بنروح لبتشان وبنعرف انه شاب مشاغب وبيضرب اي واحد بيضايقه وظابط فاسد بيكلفه بمهمة خص بهايجي وهو بيكون فرحان لانه بيعتبره قضوته وبيحكي انه زمان كان سواق لواحد غني اسمه فيكرام والعصابة بتطلع عليه وعايزين يقتلوه يسرقوا منه الدهب وبيدخلوا في مطاردة كبيرة مع بعض ولما بيوصلوا للنهر وبينزلوا فيه بيكتشف بهايجي ان فيكرام مات والذهب وراه فبيكرر يسرقوا منه وبيسيب المكان ويمشي بسرعة وتاني يوم باتشان بيقابله وبياخد بركاته وهو بيعرفوا ان جيمي جال وسلم نفسه اول ما اكتشف ان بوجا دحكت عليه وهربت منه وساعتها باتشان بيستجوب جيمي وعايز يطلع منه باي معلومات وعمال بيضرب فيه فبيقول له بوجا راح ترمي رمض ابوها في النهر فبيضربوا تاني علشان معرفهمش من الاول وبهايجي بيديله مسدس وبيقول له خد جيمي معاك ورجعوا لي بوجا والفلوس ولو حد حاول يهرب منك موته وساعاته هم اللي كنين بيخرجوا من المكان لتنفيذ المهمة ولما بيركبوا العربية بنلاقيهم عملوا اعلان في الجرائد عن بوجا واللي هيقدر يوصلها هياخد مليون روبية ومن ناحية تانية بوجا بتكون في النهر وبترمي رمض ابوها فيه وبتصلي علشانه ولما بتكون ماشية بتلاقي جيمي وباتشان بيسألوا عليها لا وكمان بتتفاجئ انه صورتها متعلقة في كل مكان وبعدها باتشان وجيمي بيكونوا مع بعض وبيتخانقوا على مين يشغل الاغنية بتاعته وبيفقدوا السيطرة على العربية وبتقع بيهم في النهر وبيغرقوا ووقتها بيخرجوا من الميا وبيكونوا عايشين وبنتفاجئ ان بوجا بتطلع معاهم ووقفة وسطهم وبتروح لجيمي وبتقوله بسبب نشركم للصور بتاعتي اضطرتها استخبف عربيتكم علشان اهرب وبعدها بتقابل باتشان وبيسألها على مكان الفلوس وبيهددها لو ما سمعتش كلامه هيقتلها فبتعترف انها مخبياها في مدينة رجستان وبعدها بتحاول تغويه وبتغير هدومها قدامه وهو بيكون خجول وبيتكسف منها وساعتها بتمثل على جيمي انها لسه بتحبه وبتعرض عليه اهربه مع بعض لكن بيقولها انت كدابة ومستحيلة سكفيكي فبتقوله لو رفدت تساعدني بهايجا هيموتنا احنا اللي كنين ولازم تحطي ايدك في ايدي ووقتها بيعرفها ان باتشان هو اللي هيقدر ينقذهم ويحميهم وعيزها تستخدم جمالها وتمثل عليه الحب وتخليه يقع في غرامها فبيحطوا خطة مع بعض وبيحاول يقطع هدومها وبيمثل انه عايز يتحرش بيها وباتشان بيصدق وبيروح ينقذها بسرعة وبيحذروا يا بيد عنها وإلا هيموتوا ولما بوجا بتقرب منه بيخاف يلمسها وبيركابوا عربية نص ناقل علشان يسافروا الرجستان وكالعادة بيمنع جيمي وبوجا من انهم يتخنقوا مع بعض ولما بيكونوا في الطريق بيلقوا كمين موجود قدامهم وخايفين يتقبد عليهم وبعدها بنشوفهم في الصحراء وبوجا نايمة على كتف باتشان وبتمثل عليه الحب وبتحاول تقرب منه باي طريقة وبيعفوا مع بعض وبتكمل خطتها علشان تستغلوا لكن بيكتشفوا ان بهايجي وصلهم ومسيطر عليهم وبيعف قدام بوجا وبيسألها على فلوسه وساعتها بتخضهم لمكان الفلوس علشان ترجعها لهم وواحد بيرملهم الشنطة وبتنزل قدامهم وبوجا بتعرفهم من المبلغ اللي موجودة عشرة مليون وباقي الفلوس متوزعين على سبع أماكن فبيقول لها قدامك سبع أيام وكل الفلوس ترجع لي تاني وقل لها موتك وبعدها بيبلغ باتشان يقتلهم أول ما يستلم منهم باقي المبلغ وفي الوقت ده بتوصل الطيارات للمكان وبنكتشف انهم القوات الخاصة الهندية وبيفضلوا يضربوا النار على بعض وكل فريق عايز يخلص على التاني وباتشان بيقدر يدخل وسطهم وبيفضل يضرب فيهم ومحدش عارف يقف قدامه أو يسيطر عليه وفي نفس الوقت الزابط بيرفع على جيمي السلاح وعايز يموته لكن بيكتشف انهم اتفقين مع بعض وبنعرف ان الزابط أبد على جيمي وعرف انه هو اللي صرب معلومات العملاء وبيكبره ويتعاون مع الشرطة والزابط بيقوله مفيش غير يعرف انك شغال معايا ولما بيكونوا وقفين مع بعض بهايجي بيقتله وبيخلص عليه بسهولة وجيمي بيلاقيه وقع على الارض ومتفاجئ جدا وبعدها كلهم بيموتوا في أفراد الشرطة وبيستخدموا كل الأسلحة ضدهم وبيقدروا يدفعوا عن نفسهم وفي النهاية بيسيبوا المكان وبيمشوا ومع الأيام بتبدأ بوجة تجمع الشنط من الأماكن ولما بيجي الليل بتروح لبتشانو بتقعد معاه وكالعادة بتحاول تقرب منه وعايزة تخليه يقع في غرامها وساعتها بتسأله انت بتحبني فبيقول لها مستحيل لان قلبي مشغول بواحدة اسمها غودية وبنرجع بالزمن ودي بتكون غودية ورجبة العجلة بتاعتها وده بتشانو بيسرق الكهرباء من الشارع وغودية بتزعقله علشان النور قطع في بيتها وهو بيعجب جدا بيها أول ما بيشوفها وتاني يوم بيقابلها بالصدفة وبيفضل يبص عليها وبيروح يقف قدامها وعايز يقرب منها وهي بتديله الفلفل وبتخليه يأكله علشانها وبعدها بتشوفه في الشارع وبتناديب اسم الأحمق والغبي وهو فرحان بكلامها وكأنها بتمدحه وبيروح لها قدام المدرسة وبيسألها على اسمها الحقيقي فبتقوله أول ما هخرج نتقابل عند السلالم وفعلا بيروح يستنها في المكان وفي ناس بيفضلوا يضربوا لأنه بيسرق الوصلات الكهربائية فبيمسك القطر وبيعور واحد وبيهرب منهم بسرعة وبيتحاكم عليه بالسجن لمدة سنتين وبيطلع يدور على غوديا في كل مكان وبيروح لبيتها وبيكون مقفول وبتعد السنين وبيكبر وهو مش لقيها وساعتها بنرجع للوقت الحاضر وبيكون متأثر جدا وبوجة بتبصله بكل استغراب وبتقول لنا غوديا وروحت لك بعد المدرسة لمنطقة السلالم وللأسف ما كنتش لقياك ومن بعدها سفرت ومرجعتش مدينة قنبور وبتناديب اسم الأحمق الغبي وبتفكروا بالفلفل وكل ذكرياتهم وساعتها بتحضنه وبتعترف انها بتحبه وهو فرحان لانه شافها بعد غياب سنين وعملين بيعياته وجيمي بيقول بوجة تلقيت ممثلة جامدة وبعدها بيقضوها رأس وأغاني وبيقربوا من بعض وكل واحد بيتعلق بالتاني وبيقدم لها الوردة وبيفضل يتغزل فيها وبيكون طيب وعلنياته وهي بتاخدها منه وبنشوفها مبسوطة وبيرجعوا آخر شنطة وبيحطها في العربية فبيكون فرحان وبيأمروا يموت جيمي ويرجعوا الفلوس وبوجة علشان هيتجوزها غصب عنها وده بيخليه مصدوم من كلامه جدا ومع ذلك بيروح يقابل جيمي وعايز يقتله لكن ما بيقدرش وبيرفض ينافز الأوامر وبعدها بيشوف بوجة وبيقول لها انه هيرجع الفلوس لبهايجي وهبلغوا انكم هربتوا مني وبيطلب منها تستنعه عند السلالم وساعتها بيودع جيمي قبل ما يسيبه وبياخد كل الشنط وبيركب المركب وبيبعد عنهم وجيمي بيقول لبوجة انت ممثلة برعة لان خلتيه حبك وخطتنا نكحت فبتعرفوا انها فعلا غضية اللي بتشان حبها وبتحكي له انها خرجت من المدرسة وراحت لمكان السلالم وهناك شافت ابوها فيكرام ركب مع بهايجي العجلة لكن بيدربوا بالسكينة وبيقدر يموتوا وهي مصدومة ومش قادرة تسد عينيها وبهايجي خدت دهب وساب المكان وبوجة عملها بتعيط وزعلان على ابوها وبعدها بيعملوا مراسم الجنازة بتاعته وبتكتشف ان بهايجي موجود قدامها لا وكمان بياخد العزة وبيوسيها وساقاتها بتفضل تعيط وبتكرر تنتقم وبنرجع للوقت الحاضر بعد ما خلصت الحكاية وجيمي بيقول لها بهايجي هيقتل باتشان لان الشنط ما فيهاش فلوس ولما بنروح لباتشان بنلاقيه متكتف وبتعذب بكل الطرق بعد ما اكتشفوا ان الشنط فيها طوب وبيطلب من بهايجي يدي له فرصة علشان يرجع الفلوس وبيفضل يضرب فيه وبينتقم منه وساعاتها بوجا وجيمي بيدخلوا المكان وبيكون معهم الشنط وجيمي بيسلم الفلوس لبهايجي وبيقرر يباعهم وينقص حياته وبيقول لبوجا مش هضايع نفسي علشانك انتي وحبيبك وهي بتضربه بالقلم على وشه وبهايجي بيعرفها انه هينتقم منها زي ما قاتل ابوها وسرق الدهب زمان وجيمي بيروح لباتشان وبيفضل يضرب فيه وبيطلب المسدس من بهايجي علشان يموته واول ما بياخده منه بيغير اتجاهه ناحيته وبنكتشف انها تمثيلية وتعاملت عليهم وبيهدده بالموت وباتشان بيقوله انا كنت بشوفك قدوتي ودلوقتي لو قربت من موجة هقتلك وهولع في مملكتك اللي انت فخور جدا بيها وساعاتها بيخرجوا بيه وعايزين يسيبوا المكان والعصابة كلها محصراهم وبهايجي بينط من العربية بسرعة وبيبدأوا ضرب النار عليهم من كل الاتجاهات وبيدخلوا في بيت مهجور وبهايجي بيرمي القنبلة وبيفجر كل المكان بتاعهم وبيحاولوا النار وباتشان بيخرج بالعربية وبيحاولوا ينقذوا حياتهم ووقتها بتحصل صراعات كتيرة جدا في المكان وكلهم بيدربوا في بعض وبيستخدموا كل قوتهم علشان يدفعوا عن نفسهم وجيمي بيمسك النار وعمال بيولع فيهم وباتشان بيتخلص منهم ومحدش بيكون قادر يقف قصاده وبهايجي مسيطر على بوجة وبيغرقها بخارطوم المطافي وبتقع على الأرض وما بتكونش عارفة تتحرك ولما بيطلع المسدس علشان يموتها باتشان بيقدر ينقذها في اللحظة الأخيرة وبهايجي بيركب العجلة وعايز يهرب من المكان لكن بيكونوا واقفين قدامه وبيحاولوا يمنعه من الخروج ووقتها بيهجموا عليه وبتقدر بوجة تقتله وتنتقم لموت أبوها وهو بيطلع في الروح وساعتها بيموت وبعدها بيسيبوا المكان بعد ما عارفوا يتخلصوا منه والمهمة بتاعتهم بتنجح الاتصالات ومازال بيحب البنات وبتشان بيكون مع بوجة وهم اللي كنين بيكملوا حياتهم مع بعض ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم في حدوتها وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد